لنقاش مستجدات ثورة تشريين يحضر معنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب أهلا بكم مرحبا بكم دكتور فالح انطلاقنا مما سمعناه في تقرير من أصوات المتظاهرين الذين يطمحون لأن يكون رئيس الوزراء الجديد منهم من الناس التي تتواجد اليوم في الساحات كيف يمكن التعليق على هذا المطلب بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد طبعا يمكن فهم هذا في سياق محدود أو في سياق واسع السياق المحدود أن يكون من الساحة تحديدا شخص لرأس الحكومة ولكن إذا فهمناه في نطاق أوسع هو أنه هذه الجماهير هذه الثورة المنتفضين الثوار يجب أن يضعوا بصمتهم توقيعهم على أي اختيار لرئيس الوزراء القادم ليس بالضرورة أن يكون من الساحة ولكن بالتأكيد الذي لا يقبل أي تراجع هو أن هذه الساحة أو الساحات بشكل عام قيادة الاتفاضة يجب أن تضع توقيعها وموافقتها على أي شخص ينتدب لمهمة رئاسة الحكومة القادمة أو يمكن من كفاءات الشعب نفس الناس حتى لو لم يشارك يكون فقط من الشعب لا شك يعني الأمر ليس محصورا بشخص معين إنما هي مواصفات معينة أن يكون وطني أن يكون مستقل أن يؤمن بسيادة العراق أن يؤمن بالعراق العظيم الذي هو العراق الحقيقي غير عراق 2003 أن يؤمن بأنه لا يجوز لأي قوة إقليمية أو دولية أن تدخل في الشأن العراقي هذه المواصفات وأن لا يكون منتميا لهذه الأحزاب الفاسدة التي حكمت العراق والتي خرج الشعب العراقي عليها هذه المواصفات هي من تجعل أي شخص مهيئ لرئاسة الحكومة القادمة بالمقابل كيف يمكن تقييم تعامل شركاء العملية السياسية مع الرفض القاطع لكل الأسماء التي تم اقتراحها حتى الآن يعني هذا سؤال جميل مصدر الجمال فيه أنه هم في حيرة هم في مشكلة كبيرة كما نرى أي أنوان أي اسم يقدموه يسقط تباعا يعني لا يستمر سوى ساعات بسيطة ثم يسقط وهذا يدل على أنهم في موقع العجز التام عن اجتراح أي شيء هم يعني تماما كما يقال في علم الإدارة لا يفكروا خارج الصندوق داخل الصندوق هم يعني الأمر دولة بينهم يريدون فقط شخصيات من داخلهم تتعهد بالحفاظ على هذا الوضع البائس هذا الدظام الإجرامي وبالتالي هم حقيقة في ارتباك وفي ضيق كبير جدا لأنه أي شخصية يقدموها أو المناسبة هم لم يقدموا شخصيات معتبرة شخصيات حقيقية يعني ليس هناك شخصيات حقيقية تقدم إنما هو تدوير القمامة وتقديمها بطريقة أخرى ولكن هي من ذات الأمر لماذا باعتباركم تحدثتم عن هذه الأسماء لماذا تم التركيز على المناصب الأمنية والاستخباراتية لتسلم منصب يشمل كل الوزارات السيادية وغير السيادية أيضا يعني نعلم الآن أنه الواقع الحالي في النظام العراقي هو نظام ميليشياوي نظام قمعي نظام أمني نظام شبه عسكري لا يوجد جيش بالمعنى الحقيقي للكلمة وبالتالي الحقيقة والمعادلة الحقيقية أنه من يتصدى لحكم العراق الآن يجب أن يكون مسيطرا على هذه الأجهزة وهم لذلك نحن نقول أنه لا يصلح الآن أي شخص ينتدب من قبل هؤلاء لحكم العراق حتى لو قلنا أنه كما يسمى تكنقراط أو اختصاص أو شيء لأنه ما لم يمسك مفاتيح القوة الحقيقية التي هي الأجهزة الأمنية والأجهزة يعني أو يحل الميليشيات سوف لا نتمكن من تنفيذ أي برنامج حكومي هذا البرنامج الحكومي الآن هؤلاء عندهم شبكة مافيوية بامتياز عندهم شبكة مافيوية استطاعت أن تهيمن وتسيطر على مقاليد الوضع في العراق كاملا وبالتالي لا يمكن لأي أحد يأتي من خارج هذه المنظومة أن يدير العمل إذا لم يكن متمكنا من القوة ومن المنعة كان هناك تصريح للنائب هشيار عبدالله قال فيه أن الأحزاب التي تملك المال والسلاح هي التي تصنع قانون الانتخابات على مقاسها كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح في ظل حراق شعبي سلمي لمدة ثلاثة أشهر ربما هذا النائب يشير إلى واقع الحال واقع الحال يقول أن هناك كما قلنا مافيا بسلاحها وبمالها الذي يدار فيما بينها هي المتمكنة من إدارة المشهد كلية ولذلك عندهم حرص كبير على أن لا يخرج الواقع من هذا من بين أيديهم لا يريدون أي شخصية أخرى خارجية تأتي وتقلب الطاولة عليهم هذا الكلام صحيح جدا هو كلام يشير إلى أن هناك مافيا هناك عصابة هي الأحزاب الحاكمة المأمورة بأمر إيران وأطراف أخرى وهي تتحكم بالمال وبالسلاح المال يشترون به الذمم ويديرون به عملية الفساد وعجلة الفساد الكبيرة والسلاح لغرض القمع ولغرض قتل أو تصفية كل من يقف في وجه هذا النهب العام كيف يمكن مواجهة هذا القمع وهذه الأموال التي تنفق في غير أماكنها من قبل الشعب أقصد؟ ما نشهد اليوم من مال من فساد يؤدي إلى نزيف مالي إلى سرقة المال العام وما نشهد من وجود ميليشيات هو هذا ما تريد الثورة أن تنهيه عن طريق الثورة الثورة فقط هو العلاج الوحيد لهذا الوضع هو الثورة لأنه كما نرى أن الثورة حتى الآن وربما تبقى إلى وقت آخر سلمية لا تملك هي السلاح لا تملك الدبابات حتى تحسم الوضع ثم لا يوجد جيش في الحقيقة لا يوجد جيش ولا يوجد فيه عناصر أسكرية حقيقية تستطيع أن تحسم الأمر ولذلك الثورة عندما تقول بتغيير النظام وليس فقط رئيس الحكومة هذا ما تقصد تقصد أنه إزالة هذا النظام تغيير هذا النظام سوف ينهي معادلة المال والسلاح السائب الذي تتحكم به مالثيات معينة إزالة النظام حتى الآن نجحت الثورة في أمر مهم وهو إقالة الحكومة ثم حققت انتصار آخر كبير جدا وهو إسقاط قانون الانتخابات الخطوة القادمة حل مجلس النواب وهكذا الخطوات تتوالى انتصارات متوالية قد تكون غير ظاهرة بالمشهد كعوامل حسم ولكنها في الحقيقة تراكمها يشكل عامل حسم ماذا عن استدامة باعتبار تحدثنا عن إنجازات هذه الانتفاضة والثورة كان هناك صدام بين الكثير من الميليشيات في ساحات التظاهر ومواجهات بالتصريحات بين هذه الميليشيات هل يمكن أن نقول هذا يحسب أيضا لهذه الثورة؟ يعني هو حقيقة الأمر حقيقة الواقع يقول أن هؤلاء ليسوا على صفاء فيما بينهم هذول عندهم منطق العصابة يعني هم كل واحد يريد أن يأخذ حسطة كل واحد يريد لماذا لميليشيات متعددة ومتنوعة لماذا كل حزب وكل مجموعة منهم عندهم ميليشيا خاصة به لكن الذي يوحدهم هؤلاء شيئا أول شيء إيران توحدهم تأمرهم أمر بأن يكونوا مع بعض والأمر الثاني مصلحتهم في أن يدوم هذا الوضع الفاسد لأنه يعلمون جيدا إذا سقط هذا الوضع سيسقطونه جميعا وبالتالي هم يعني لا يحب أحدهم الآخر هم غير متكاتفين ليسوا على قلب رجل واحد ليسوا متضامنين لا يملكون لا أفكار ولا منطق دولة ولا برامج معينة ولا مشتركة ولكن كل ما يجمعهم هو كلمة قاسم سليماني في توحدهم من أجل مواجهة خطر الثورة ثم ما يوحدهم هو الشعور بالخطر المشترك الذي يهددهم إذا نجحت هذه الثورة وأقصتهم وعادتهم إلى حقيقتهم كأقزام نكرات ليس لهم موضع ولا مكان في هذا المجتمع في ذل هذا الارتباك الذي تشهده الحكومة في بغداد في تسمية رئيس وزراء جديد وكذلك الارتباك الحاصل في جلسات مجلس النواب هل يمكن أن تتوصل إلى أي نتيجة هذه العملية السياسية بتعيين رئيس وزراء أو حتى التصويت على القانون؟ أبدا حتى الآن هم يعني يدرون في حلقة مفرغة هم يحاولون كسب الوقت هم يحاولون إحداث ثغرات في عقل ودماغ وجسم الثورة هم يحاولون يعني اشتراح معجزة ما تأتي من خارج الحدود هم يريدون فقط كسب الوقت وإلا هذه الأوضاع هذه الخيبات هذا الفشل في عرض الأسماء حتى الأسماء التي تطرح للتجربة لاختبارات البالونات يعني الاختبار كلها فشلت وهم وبالتالي أمام وضع صعب جدا لا يملكون معه إلا المداورة في مكان واحد بدون ما نشبه تشبيه يعني سيء جدا هم يدرون حول أنفسهم في مكان واحد وبالتالي هم في موقع العجز التام العجز الكامل لم يبقى أمامهم إلا كما قلت انتظار الوقت أو النزول إلى الشارع للقمع الشامل والمنظم وهذا طبعا له تكاليفة وليس بالأمر السهل أبدا قد يقتلون قد يقمعون ولكن الأمر فات عليهم وبالتالي هم في وضع صعب جدا لو كانوا يملكون أي شيء لقدموه ولكن أي شخصية يقدموها مشبوهة مطعون في شرفها مطعون في سجلاتها لأنه هذا أيضا يشير إلى كمية وحجم الفساد الذي كان العراق عليه ولا زال منذ عام 2003 بحيث أنه عجزوا عن اشتراح شخصية واحدة مظيفة لم يصيبها التلوث فعجزوا انتلقا من الأوضاع في المنطقة العربية والحرك الشعبي الذي شهدته عدد من الدول إلى أي مدى يمكن أن ينطبق أو تنطبق سياسة فرض الأمر الواقع على الشارع العراقي وفرض انتخابات مبكرة رغم رفض الشارع لها؟ يعني حتى الآن لا توجد مؤشرات على أنه يمكن إخضاء الثورة لمنطق الأمر الواقع حتى الآن نحن لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل القريب أو المتوسط ولكن حتى الآن كل محاولات فرض أمر واقع باءت بالفشل إلا إذا كما قلنا يعني يفرض أمر واقع بالقوة وإلا كل محاولات التي نراها الآن محاولات بين قوسين سياسية اشتراح اسماء معينة قانون انتخاب ترقيع عمليات ترقيع من هنا ومن هناك كل هذا طبعا لا يشكل لهم الأمر الواقع الحقيقي الآن هي الثورة الثورة هي من فرض أمر واقع بدليل أنها وضعت هذه العملية السياسية في زاوية ضيقة جدا محشورة لا تستطيع أن تتحرك لا يمنى ولا يسرى فقط هي الآن يعني كما نرى الآن الكرة فيما لعبهم هم يغيرون الأسماء يغيرون العناوين يغيرون هذه ويغيرون تلك ولكن دون فائدة لأنه الثورة فعلا هي الأمر الواقع أحدثت أمر واقع في العراق أجبر العملية السياسية على مراجعة حساباته على التوقف على الأقل عن أشياء كثيرة وبالتالي لكن أي أمر واقع جديد من الطرف الآخر أن يفرضه ربما يفرض بالقوة فقط وليس غير القوة دكتور فالح خطاب الكتب والباحث السياسي كنت حاضرا معنا في جولة العراق اليوم نشكركم جزيلا شكر على هذا التحليل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة